في نفس الجلسة جلسة يوم الخميس 11 مارس 1909 قال حضرة دولار بيك أن حضرة محمد طلعت بيك حرب قبل عضوية اللجنة الإدارية وسيكتتب في عشرة حصص وزي ما احنا عارفين طلعت حرب هو أبو الاقتصاد المصري زي ما سمى المؤرخين من موليد 25 نوفمبر 1867 وتخرج في مدرسة الحقوق الخدوية وكان رفيق لعمر لطفي بيك وتبنى أفكاره بتأسيش شركة التعاون المالي وأسس بنك مصر كأول بنك مصري ومعاه بدأ تمصير الاقتصاد المصري من خلال إنشاء عدة شركات تخصصت في مجالات مختلفة زي السينما والطيران والنقل البري والشحن والكيمويات والزيوت والمستحضرات الطبية والتغذية والملابس والألبان والتأمين وإنشاء كمان شركة بيع المصنوعات المصرية وتوفي طلعت حرب في 13 أغسطس عام 1941 انضمام محمد طلعت حرب بك لعضوية اللجنة العليا كان له أثر كبير في تطور النادي ماليا لأنه تولى مسئولية التنظيم المالي للنادي من الألف إلى الياء واستمر النادي في نشاطاته اشتركوا في القناة